وما يوسف له يا سال عدنان أن الأخ سجاد العراقي جاء اليوم للتحرير من أجل المطالبة بالكشف عن مصير أخوه والآن هو معتقل لدى قوات ما تسمى بقوات حفظ القانون وهي قوات لا تستبيل القانون صراحة في أفعالها الآن هل نحتار نذكر سجاد أم أخ سجاد أباس اعتقلوا عباس نعم وشهداء وجرها كثر إذا تسمعني أستاذ عدنان لماذا هذا الرصاص الحي المباشر القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء هو القائد العام للقوات المسلحة لا يمكن أن لا يسيطر على قواته هو الآن مدام مثل ما حملنا عادل عبد المهدي مسؤولية نحمله الآن مسؤولية مباشرة لا يمكن لي رئيس وزراء أعلى سلطة بالجولة لا يستطيع أن يربط قوات الأمنية لماذا يستخدم الرصاص؟ أستاذ حسيني من الذي يجاوز على القوات الأمنية؟ يا صديقي هناك شعب وهناك قوات منضبطة أكو انضباط أكو قوات تدخل دورات حتى تحترم وتعرف شلون تتعامل مع الاحتجاجات ومع الغضب الجماهيري لا يمكن أن نقارن هذا بهذا وهناك شعب بيد علم عراقي وقوات بيدها رصاص حي مباشر لا مجال لأنه نقارن بين الجبهتين هذه كارثة طامة كبرى من واجب القوات أن تحمي المتظاهرين اشتركوا في القناة